اتفقت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا على المزيد من الضغط والعقوبات على روسيا بسبب الهجوم ضد أوكرانيا وقال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانيوال مكران والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بارس جونسون اتفقوا عقب محادثات بالفيديو كونفرنس على العمل لزيادة التكلفة التي تتكبدها روسيا للهجوم على أوكرانيا اشتركوا في القناة